اشتركوا في القناة معربا عن شكره على زيارته للمملكة ومشاركته في اعبال القمة العربية واشاد جلالته بمستوى التعاون الوطيد والشراك الوثيقة بين مملكة البحرين والامم المتحدة بكافة اجهزتها وهيئاتها المتخصصة في المجالات كافة مؤكدا حفظه الله ورعا على الدور المهم الذي تطلع به المنظمة العالمية في تعزيز الامن والسلم والاستقرار الاقليمي والدولي وتبني المبادرات وإيجاد الحلول لمختلف القضايا والمشاكل العالمية إلى جانب الجهود التي تبدلها لمكافحة الكوارث البيئية والطبيعية والتغير المناخي ومحاربة الفقر والحفاظ على سلامة البيئة وتقديم الرعاية والاهتمام بالخدمات الإنسانية ونشر قيم المحبة والتعاون والتسامح بين الشعوب متمنيا جلالته للامين العام دوام التوفيق في مهامه ومسؤولياته لتحقيق أهداف المنظمة الدولية لما فيه الخير والتقدم والازدهار للبشرية قاطبة بدوره أعرب معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريس عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حفوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دعوة جلالته الكريمة له لحضور اجتماع القمة العربية مشيدا بجهود مملكة البحرين في التنظيم والإعداد المتميز للمؤتمر وتوفير كافة أسباب النجاح له متمنيا للمشاركين فيه من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية كل التوفيق بما يعزز التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية ويخدم مسيرة التنمية المستدامة فيها ودعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مثمنا في ذات الوقت الدور الحيوي الذي تطلع به المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم في دعم جهود الأمم المتحدة وإسهامات البحرين المهمة في خدمة قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات المستجدة في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على احتواء التوترات فيها ومنع اتساعها إلى جانب بحث الأوضاع في قطاع غزة وأهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار فيه وضمان تدفق المساعدات الكافية إلى سكانه من دون عوائق إضافة إلى الدفع في اتجاه السلام الشامل والعادل الذي يقوم على مبدأ حل الدورتين كونه السبيل نحو تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة ترجمة نانسي قنقر